السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتمنى أن تكونوا في تمام الصحة والعافية في هذا الفيديو سوف نتمم إنجاز تمارين العدد 100 الصفحة 15 إذن لنبدأ على بركة الله أكمل بالعدد المناسب لأحصل على 100 إذن أنا أريد 100 عندي عشرات وأحتاج إلى إكمالها كي أصل إلى 100 إذن عندي 50 زائد 20 50 زائد 20 70 إذن انظروا إلى هذه الطريقة السهلة كل خط سوف أعتبره حشرة إذن 50 زائد 20 70 سوف أقول 80 90 100 عندي 13 طريقة جد سهلة 40 زائد 10 50 إذن 50 سوف أقول 60 70 80 90 100 كم من خط خمسة خطوط إذن 15 20 زائد 20 40 50 60 70 80 90 100 إذن 6 10 10 زائد 10 20 20 30 40 50 60 70 80 900 إذن 8 80 80 80 80 80 30 زائد 40 70 70 80 90 100 30 30 30 30 60 60 60 في دهني وأقول 70 80 90 100 إذن 14 40 50 30 30 80 80 80 في دهني وأقول 90 100 إذن أضفت 20 20 أحيط في كل سطرين أعداد مجموعة يساوي 100 إذن هنا أحاول أن أجمع الأعداد التي تساوي 100 سوف أجرب إذن خمسون زائد ثلاثون ثمانون خمسون وخمسة وستون تجاوزت مئة إذن أحاول في النهاية سوف أجد أن المجموع الذي يساوي مئة هو فقط مئة زائد صفر إذن أحيط هذه الأعداد سوف أحيط مئة والصفر هذا السطر الأول السطر الثاني عشرة وأربعون خمسة وعشرون ستون عشرون إذن أحاول أن أجد المجموع الذي يساوي مئة ستون إذا جمعتها مع هذا العدد فقط ثمانون مع عشرة سبعون إذن ستون زائد أربعون ثمانون زائد أي عدد ثمانون تحتاج إلى عشرون وأنا ليست لدي عشرون ماذا أفعل؟ آه عندي عشرون مفككة هنا عشرة وعشرة إذن سوف أجمع ثلاثة أعداد إذن تمانون تسعون مئة هنا عندي خمسة وعشرون ليس هناك عدد أجمعه مع خمسة وعشرين عشرون وخمسون هي سبعون إذن لاحظت هنا أن العددين تسعة وتمانون وأحد عشر كي نتأكد سوف ننجز عملية جمع تسعة وتمانون زائد أحد عشر وسوف نجد هذا العدد مفهوم؟ إذن كي نتأكد انظروا أعزائي مادة سأفعل إذن كي تفهموا جيدا تسعة وتمانون زائد أحد عشر إذن تسعة زائد واحد عشر وضعت الصفر سأحصف بواحد تمانية تسعة عشر رأيتم؟ لقد وجدت مئة أمثل الأعداد التالية على المعداد ثم أكتبها إذن عندي تسعة وتمانون هذا العدد فيه رقمين مكون من رقمين تسعة وتمانون إذن لن أضع شيئا في خانة المئات تسعة إذن هنا عندي تسعة وهنا تمانية إذن واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة هنا تمانية واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية مئة مئة هي واحد في المئات والصفر في الوحدات والعشر أضع فقط واحد هنا تمانية وتسعون تمانية إذن هنا واحد اثنان ثلاثة أربعة، خمسة، ستة، سبعة، تماني تسعون، واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، تماني، تسعة تسعة في العشرات إذن هكذا قمت بتمثيل الأعداد على المعداد وكتبتها بالأرقام عدوا بالعشرة من صفر إلى مئة عدوا بالعشرة يعني أنتقلوا بعشرة إذن صفر عشرة، عشرون، ثلاثون إلى آخر إذن هذه القطعة الكبيرة تمثيل عشرة صفر عشرة، عشرون، ثلاثون هذه خمسة وثلاثون أربعون، خمسون، ستون، سبعون، تماني، تسعون، ممئة أكمل ملء الشريطين إذن الشريط الأول بدأوا بالعدد أربعين، إذن عندي أربعون، خمسون، بعدها ستون، سبعون دائما أضيف عشرة، تمانون، تسعون، ماذا بعد تسعون، ممئة لم يطلبوا مني، إذن هذه الخانة غير موجودة وهنا عندي تمانون، سبعون، إذن الشريط، أعداد الشريط تكتب يعني من الأكبر إلى الأصغر، إذن العد تنازلي إذن تمانون، ماذا كان قبل العدد تمانين؟ يعني قبلها أريد أن أقول العدد الذي أكبر من تمانون أكبر من تمانين هو تسعون، تسعون، تمانون، سبعون، سبعون، ستون يعني كأنني أعد العشرات بشكل تنازلي ستون قبلها خمسون، قبلها أربعون تمرين التاسع، أكتب العدد المناسب في كل بطاقة إذن عندي هنا مستقيم عددي، هناك تدريجات بدأنا بالعدد سبعون، سبعون، تمانون، بين سبعين وتمانين، عشر تدريجات إذن جزئنا الوحدات التي تفصل بين سبعين وتمانين إذن إذا قلنا أن هنا سبعون، هذه واحد وسبعون، اثنان وسبعون، تلاتة وسبعون، أربعة وسبعون، خمسة وسبعون ستة وسبعون، سبعة وسبعون، تمانية وسبعون، تسعة وسبعون، تمانون وهكذا، واحد وتمانون، اثنان وتمانون إلى آخرين إذن كي يسهل علي الأمر فأنا سوف أحدد العشرات أولا إذن 70، 80، وهنا 75 في الوسط إذن هنا سوف تكون 85، وهنا 90، وهنا 95، وهنا 100 يعني 95، 96، 97، 98، 99، بعدها 100 دائما عندما نقول 99 العدد اللاحق بعدها هو 100 فهمتم؟ إذن هنا أبحث عن هذه الخانات التي سأكتب في البطاقات إذن عندي هنا 71، 72 هنا هذا العدد قبل 80 مباشرة إذن قبلها مباشرة 79 وإذا استعصى عليكم الأمر عودوا نحو الوراء أول عدد ترونه تتأكدون من 75 76، 77، 78، 79 إذن 80، 81، 82، 83، 84 وهو العدد الذي يصبق 85 إذن نقول عدد السابق هنا 90 مدى قبلها؟ 89 هنا هذا الحدد 95 هذا الحدد هو 100 التمرين العاشر أرسم القطع النقدية في كل حافظة نقود ليصبح المبلغ في كل واحدة 100 درهم إذن في كل حافظة نقود أحتاج لمائة درهم وهنا المبلغ ناقص عن مائة درهم إذن عندي أحسب هنا عدد القطع النقدية إذن عندي 10، 20، 30، 40، 50، 60، 70، 80 80 كم أحتاج؟ إلى 900 إذن أحتاج إلى قطعتين كأنني أقول 80 زائد 20 أفهم؟ كأنها 80 زائد 20 هنا عندي 1، 2، 3، 4، 5 إذن عندي 50 درهم 50 كم أحتاج إلى الوصول إلى 100؟ إذن 50 زائد 50 إذن أحتاج إلى 5 قطع أخرى 2، 3، 4، 5 هنا عندي 3 قطع إذن عندي 30 30 زائد عدد ما؟ يعطيني 100 إذن 30 نحسب 40، 50، 60، 70، 80، 90، 100 إذن أضفت 70 درهم إذن 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7 إذن كي يصل علي الأمر أنا عندي هنا 80 أضفت 20 80 أضفت 20 درهم كانت عندي 30 أضفت 70 درهم وهنا كانت عندي 30 أضفت 70 درهم ودائما هذه المجاميع كلها تساوي 100 ألون المجاميع التي تساوي 100 إذن المجاميع التي تساوي 100 سأقوم بجمعية مثلا هنا عندي 100 زائد صفر 100 إذن هذه الخانة تلون يجب أن نلونها 5 زائد 45 و 40 لن تعطيني 100 لن ألونها 7 زائد 30 تساوي 100 5 زائد 50 تساوي 100 تلون 8 زائد 20 أيضا ألونها 7 زائد 15 لا لا لن ألونها لن تلونها ألا من تلونها أو تلونها милли أنا